اشتركوا في القناة كل شي يقول وبالتالي هدو اخطأ شائعة في مجتمعنا خصنا عرفوا كيفاش نتعاملوا معاها واننا ندخلوها من هادلودن اولا من الاحسن نوزهاي ونوراودنيك وما تدخلاش قاع العقلك افكار الاساسية باش اننا ندخلو لهاد العلاقة الزوجية وحنا مرتاحين علاقة الزوجية ماشي مدى بزار وماشي شكل قوي وماشي فيها شكل غيسير لاخر وشكل غيوجه لاخر حنا في العلاقة الزوجية تنكملوا بعدياتنا احنا ذك شي الاخر ناقص عندو احنا تنزيدوا نكملوا هلي مفيهاش لاش انني نشدك ونقول لك شوف غاتمشي على طريقي انا وغاتطبق ذك شي اللي بغيت انا وغاتمشي كما انا بغيت وإلا رغاتكل العلاقة الزوجية فاشلة من الول اول لا ما تنسيش واحد حاجة مهمة واللي بزار في البنات تغلطو فيها هي من اللي غنتزوج غادي نبدلو من اللي غنتزوج غادي تشنجا قاع وما غايفقاش كما كان هادي خطأ كبير لا توقعيش فيه حيث مجموعة دي الحويجات مش ضرورة تنغيرها لكن ضرورة اننا نتعيش معها خطأ كبير توقع فيه بزارة دي الناس هو تيقول لك شوف إلا كانت دفو عنا في العلاقة الزوجية خصت الآخر يدير لكن اسمح لي إلا كانت تكون خلل في العلاقة الزوجية خصت انتي تديري أو اللي حتى انت تدير المهم اللي وعا وفهم هو يدير المجهود باش أنه يصل لحديك العلاقة إلا كانت شاء رجلك تيت تعصب فبتالي وتقوليش لي يلا ما خصوش بقي يتعصب وخصوه أنه يقول لي هادئ وكان تعلمي كيفاش انتي ما تديريش ذاك ش اللي غادي يعصبه كيفاش انتي ما تديريش ذاك ش اللي غايفتره هاد الكلام ديالي ما شي غير المرأة حتى للراجل إلا كانتك مرتك عصبية فبتالي ما تجيش عندي وتقولي يا أنا بغيت مرتك ما تبقاش عصبية أنا بغيتها هي تبدل من رأسها حيث تبغي ما وإلا كنت تبغيها انتا غا تبدل من رأسك علاقة بلها انتا غا تشانجي من عاداتك من طريقتك من أسلوبك باش أنك تعيش في رفاهية وسعادة ضروري من أن كل واحد فينا يبدل المجهود وحيد لما خاوي في دياله من العلاقة حيث أكبر خطأ تنديره وأن تندخلوا بتوقوعات خيبة أنا خايفة لرجلي يغدرني أنا خايفة لمرض رجلي تكون خيبة أنا خايفة لليستي تكون خيبة خايفة من بزاف الأمور وفش نقوله في توقفتنا أو في الكوتشينج تقوله الخوف تعني توقعات سلبية والتوقع السلبي تعطينا شيئا سلبية كيف هاش فش نقول لك أنا أو شخص نخاف أن عقوستي تردني خدامة عندها تنمشي للدارة تقول لي يا عقوستي بشكل عادي جيب لي هاداك الكاسد لمع طريقتها في التكلم ممكن تكون طريقة عنيفة وهي بشطة درحت مع ابنتها ندي تفهميها بالطريقة باش فهمتها نعرفو أن كل واحد سنة تربف بيئة مختلفة تربف بيئة مختلفة تماما على الآخر وبالتالي هادرة ممكن يخلق نزاعات لكن خصنا نقدروهم إلا كانت عندنا سنة مكبرى بوحدها عند ابوها أمها ومولدوها احتشفوا الولاد واحتشفوا أطباء وداروا بزاف دي الأمور تزوجت بحسام اللي هو عيش في عائلة كبيرة هم 25 في الدار هم ولد اعمامه ولد اخواله وما إلى ذلك تخيني معي العلاقة بينتهم كي غادتكون إلى ما كانوا شرحة ماء بعضيتهم علاقة الزوجية معمرها كانت مدوزة ولا مضاربة علاقة الزوجية هي حب وعاطفة وأننا نعطيه للأخر باش نعيشوا كاملين مجموعين مرتاحين نتنطلقى بكم حلقة أخرى تنتمنى لكم سعادة الزوجية وأنكم يكون عرسكم أحسن عرس في الدنيا وطلوا في ريسكم وطلوا في الأزوج تيركم السلام عليكم